التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينيتش موجز الأخبار من الترفيزون المصري أهلا بكم يتوجه الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم إلى العاصمة الإيرترية أصبر في زيارة تأتي تلبية لدعوة الرئيس الإيرتري السياسة فورقي ومن المقرر أن تتناول الزيارة بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات بالإضافة إلى الأوضاع الإقليمية وجهود ترسيخ الاستقرار والأمن في القرن الإفريقي والبحر الأحمر على النحو الذي يدعم عملية التنمية ويحقق مصالح شعوب المنطقة نفت وزارة الخارجية مزاعم قائد ميليشيا الدعم السريع بشأن اشتراك الطيران المصري في المعارك الدائرة بالسودان الشقيق وأوضحت الخارجية أن مزاعم قائد ميليشيا الدعم السريع تأتي في خضم تحركات مصرية حثيفة لوقف الحرب وحماية المدنيين بالسودان وتعزيز الاستجابة الدولية لخطط الإغاثة الإنسانية للمتضررين وكما دعت الخارجية المجتمع الدولي للوقوف على الأدلة التي تثبت حقيقة ما ذكره قائد ميليشيا الدعم السريع تستانف اليوم الاجتماعات التي تستضيفها القاهرة بين حركتي حماس وفتح لليوم الثاني على التوالي تناولت اجتماعات اليوم الأول التطورات السياسية والميدانية في المناطق الفلسطينية مع التأكيد على توحيد الصف الفلسطيني وبحث الترتيبات المتعلقة بالتحديات الراهنة تأتي هذه اللقاءات ضمن سلسلة من الجهود المستمرة لتوحيد الصف الفلسطيني في ظل التصعيد ضد قطاع غزة خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي حول الوضع الإنساني في قطاع غزة قال المفوض العام لوكالة الأنروا فيليب لازاريني إن ظروف المعيشة في قطاع غزة أصبحت لا تحتمل وأن القطاع على شفير مجاعة من صنع الإنسان وحذر لازاريني من أن الاستجابة الإنسانية في قطاع غزة التي تعتمد على جنية التحتية للأنروا قد تتفكك إذا اعتمد قانون حضرها داخل إسرائيل وأضاف لازاريني أنه يتعين على مجلس الأمن أن يقرر إلى أي مدى سيتسامح مع الأفعال التي تضرب التعددية وتهدد السلم والأمن من جانبه أكد مندوب الجزائر لدى مجلس الأمن عمار بن جامع أنه على مجلس الأمن التصرف لإنهاء الحرب في لبنان وغزة حتى يتمتع بمصداقية وأضاف بن جامع أن 96% من سكان قطاع غزة يواجهون الأزمات وأسوأ مستويات عدام الأمن الغذائي مشيرا إلى إسرائيل استخدمت التجويع سلاحا كجزء من عملتها للإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني أعلن البيت الأبيض أن الاتصال الهاتفية بين الرئيس الأمريكي جو بايدن مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو تناول الرد الإسرائيلي المحتمل عنه وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض إن الاتصال كان مباشرا وبناء للغاية مشيرة إلى أن بايدن حثنت نتنياهو على تقليل الضرر الذي يلحق بالمدنيين في لبنان كما أضافت المتحدثة باسم البيت الأبيض أن بايدن أكد خلال الاتصال أن المعاناة في غزة ولبنان تظهر الضرورة الملحة لإنهاء إصراعات وإرساء أسس السلام والأمن الدائمين أفاد التلفزيون السوري الرسمي بأن إسرائيل شنت غارات جوية استهدفت منطقة صناعية بريف حمص وموقع عسكري في حماه وذلك دون وقوع خسائر بشرية أما في لبنان فقد واصل جيش الاحتلال قصفه العنيف على مناطق عدة حيث أعلن الدفاع المدني اللبناني أن غارات استهدفت بلدات دردغية وأرزون جنوب لبنان ومحيط مدينة بعلبك بالبقاع شرق لبنان من جهته أفاد حزب الله بوقوع اشتباكات مع قوة إسرائيلية متواغلة جنوب لبنان كما أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل ضابط وإصابة جندي بجروح خطيرة في تلك المعارك قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية إنها تلقت تقريرا عن واقعة على بعد 70 ميلا بحريا جنوب غرب الحديدة باليمن مضيفة أن السلطات تجري تحقيقا وأضافت في بيان أن ربانا سفينة أبلغ عن إصابتها بقضيفة غير معروفة وأنها تعرضت لأضرار لكن لم يتم رصد أي حريق أو خسائر بشرية وجاء في البيان أن التقارير تشير إلى أن أفراد الطاقم لم يصب أي منهم بأذى وأن السفينة تواصل الإبحار إلى ميناء الرسو التالي اشتركوا في القناة